نضيف الوصفة الثانية هي غريبة ولكن كتجين لديها بزاف فهي غريبة نضيفها بالقرحة الحمراء المعسلة نحاولو ندخلو شوي الخضرة كيف نقول ديما في الحلويات اولا فهذا الوليدة ما كياكلوها استخدموها بالمسبة للعجين ديال هاد الغريبة غنحتاجو 52 جرام ديال الزبدة نباتية غنحتاجو كاس ديال يوغت فاني كاس بزيت جوج معالق ديال المزهر شوية الملح وبطحين حسب الخاليط كنت ملحة صورة ما فيهاش ثانية حيث غنرشوها من بعد بسكر غلاسة والقرعة مأسنة باش ما تديناش حلوة بزاف 250 جرام ديال نباتية كاس ديال يوغت فاني كاس زيت جوج معالق ديال المزهر وبطحين حسب الخاليط وقبيسة الملح بالمسبة للحجو غنحتاجو 500 جرام ديال القرعة حمراء اللي غنقطوها طريفة صغر الحمراء نحاولو ناخدوها تكون مزيانة طريية باش بجيب حلوة ايه ناخدوها نقطعها طريفات من بعد غنزيدو عليها 250 جرام ديال ثانية اللي عندو السكر الاشقري السعمل السكر الاشقر غنضيرو فاوحد لعوت القرفة ما غنضيروش القرفة قبره باش ما نبتلوش لها اللون ديالها غنحكو عليها شوية ديال سكنج بير طري هاد شي كلو فوق المقلة نحكو شوية سكنج بير طري وغنحطو فيها واحد طريفة الحامض باش ما كيت تخلي اللون ديالها طريفة الحامض من بعد هاد هاد الخلطة هادي كلها غنخلوها كترقد يعني انا ما نكرشت قليلة كاملة وهي كترقد باش هموش كتطلق لنا هديك الساندة ديالها حيط احنا كيف ماشتين مدرنا لازب دلوانو يعني هديك الساندة هي اللي غت عسلها وهي اللي غت طيبة خلوها الى الساعة الى خدمناها في الصبح خلوه واحد ساعتين تطلق هكا كل ما ديالها ندرها فوق العافية وإحنا كنحرقو حتى كتتعلك نزيان هديك القرعة ديالنا ونحاولو نحافظو اللون ديالها يعني خلوها ليمونية باش نزوينا في المنظر من بعد ما تتعليكات انشفات كان نصرحو العجينة اللي كنا صاعدنا من قبل وخليناها ترتاح كان نصرحوها بين ديما كان نقول جوش بلاستيكات غدائية وكان قطعوها بواحد المرشن اللي كيكون دائري صغير ور كان عمرو الوست ديالها بالحشو كان ناخدوه شوية في المعلكة وكان نحطوه الوست وكان حاولو نصدوها على شكل شوصان كيجيوا بحدي شوصان صغير ورين اللي كان ضغطو عليهم في الجوانب ديالهم بالفرشات ايه مصم اللي كان ضغطو عليهم بالفرشات نزيان كندخلوهم الفران حتى كيطيبو يعني الحلوة ما كديش محمرة بقالنا بعيدا شوية كننطيبوها كنخرجوها كان نرشو على شوية ديال سكيال باش كيبقى فوق الحلوة ما كتشربوش الحلوة ديالنا وكن نقدمها بصحة وراحة وهدي فكرة جديدة فكرة دكية فعلا بزيان مزيف الحويجات كندخلوهم بزيان هاد القرعة هكا بهادش كندخلوها في حلوة ما غديش يبان نهائيا على انه المدى قد جال هادة بمع الحلوة ممكن عارفو ان القرعة كتوتها مع السعر كتجيزوين مع الزهر فالسيلا جربوها وتقدون جدوا تطريفة القرقع الى كندخل بشكل واحد القرماجة وكتبقى السيدة كتضيد اي حاجة كتتجبها في حلوة بارك الله عليك اللهي بارك في كريبة سنة